اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وباسم جميع منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأجمل التبركات مقرونة بأصدق أمنيات الخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين والتي تصادف الخامسة من شهر فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين إن رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة المجيدة لا يعاهدون الله عز وجل ثم سموكم حفظكم الله بأن يظلون دائما الجند الأوفياء الموفين بالوعد وساهرين على أمن واستقلال وسيادة هذا الوطن العزيز وفق النهج النير الحكيم والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سائلنا الله تعالى أن يعيد على سموكم الكريم هذه المناسبة العزيزة سنين عديدة وأعواما مديدة وأنتم يا صاحب السمو تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار ودمتم يا صاحب السمو في رعاية الله سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقية معاليكم المهنئة لنا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين ويطيب لي أن أبادلكم وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين أخلص التهاني وأصدق التبركات شاكرا لمعاليكم ومقدرا جهودكم التي تبذلونها في الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين حتى وصلت لهذا المستوى المشرف الذي مكنها من المحافظة على سيادة وأمن واستقرار مملكتنا الغالية وحماية مكتسباتها الحضارية والمشاركة في أمن واستقرار المنطقة مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه داعينا الله العلي القدير أن يوفقكم وأن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والازدهار ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء